مرحبا متابعينا من جديد على قناة الماني على الماشي درسنا اليوم عن الداس بيرفكت ياريت اللي عم بتابع الدرسي كملوا معي للأخي لأهميته الشديدة لأنه يعدل بارتسي بصفايا اللي هو الجزء من البرفكت بقدملك أكتر من 30% من اللغة بالإضافة للفعلين زين وهابن قبل ما بلش بالدرس ياريت لايك كومنت مشاركة وهلأ خلونا نفوت على الدرس زمن البرفكت هو الزمن الأكثر استخداما للماضي في الحديث في المقابلات ولازم هون أشير أنه زمن البرفكت زمنيا هو نفسه زمن الماضي البسيط بغتغتهم بس الماضي البسيط استخداماته قليلة بالتواصل أو محصورة بعدة أفعال ومستخدمة أكتر بالكتابة والنصوص والروايات أما البرفكت فهو مستخدمة بباقي الأوضاع اليومية لحتى أصيغ البرفكت لازم أتعلم شغلتين أول شغلة تصريف الأفعال زين وهابن وامتا باستخدم كل واحد منن وتاني شيء البرت سيبسفاي وكيف فيني أصيغ البرت سيبسفاي من الأفعال البسيطة وكيف فيني أصيغ البرت سيبسفاي من الأفعال الشازة وأهمية البرت سيبسفاي لأني أنا لما أتعلمه رح أتضلني أستخدمه بكتير قواعد لقدام وأزمنه وصيغ أكيد باللغة الألمانية مثل المبنية المجهول صيغة الإنشاء اسم المفعول كصفة والماضي البعيد أول شيء بهذا الدرس هلأ رح أبلش بهذا المثال قدامي اللي هو أي حط دي هاوس أو فقابة جماخت هم معناته هو عمل الوظيفة ماضي بالزمن الماضي بلاحظ عندي أنا عندي أي ضمير وعندي دي هاوس أو فقابة هي الأكوساتيف وعندي بعدين حط وعندي جماخت حط هي إجت من الفعل هابن أنا بحط مع ايا حط ايا حط دي هاوس أو فقابة وجماخت هي الفعل ماخن بس أنا بدي أحكي عاملة في الماضي باخد جزر الفعل ماخن وبعملها بارتسبسفاي جماخت مثال اللي بعده عندي هو نحنا وصلنا عندي زند اللي هي من زين وجماخن هو فعل جاس شاز حطي تجي كم وقاين أول شي أنا لازم أحفظ تصريف هابن وزين مثل ما الجدول الأدامي إيش هاب دو هست ايا هي اس حط اير حط فير زي زي هابن بالنسبة لزين إيش بن دو بيست ايا هي اس است إير زايد فير زي زي زند مدام حفظت تصريف هلا ححكي أول شي عن البرتسبسفاي بعدين رح أرجع لقيمة باستخدم زين وهابن ما حكون إن شاء الله في مشكلة عنكم باستخداما بس أنا اللي بشوفك أستاذ لغة ألمانية الأهم من كل شي بهذا الدرس هو البرتسبسفاي أول شي التصريف الثالث من الأفعال الضعيفة بسيط جدا هلا أول شي أنا المطلوب مني أحفظ الأفعال الشازة لحتى أعرف الأفعال البسيطة إنتما ما حكيت بالدرس اللي قبل كمان الموضوع بسيط هينزل بكرة دروس عن كل الأفعال الشازة وعن أهم الأفعال الشازة بس ما حيكون فيني نزلين غير لأتطمن إنه متابعيني يبعرفوا منيح زمن البرفكت التصنيف البرفكت من الأفعال البسيطة هو جد بسيط يلي هو مثلا عندي أفعال بسيطة هو أني مثلا أنا ماخن عمله يسكن يحكي تعلم يطبخ يلعب أول خطوة بعملها أني أنا بحذف الأول إن أو الأن من الفعل وببدل الأن أو الأن بحرف طبعا أنا عم بحكي هلا على الأفعال البسيطة مش القوية الاستثنائية بقيم الأن أو الأن بحط ت مثل عندي ماخن جزر الفعل هو ماخ أو الأن وحطيتي صارت عندي ماخت عندي بعدين باجيب لابت جي لابت يعني قمت الأن بدلتها بتا وضفت للفعل جي زاكن زاك زاكت جي زاكت هيكي بكون أنا طلعت البرتسي بسفاي من الفعل البسيط اللي هي أنا بضيف جي وبحذف الأن وبضيف ت ببساطة ماخن جي ماخت لابت جي لابت زاكن جي زاكت هاي الأفعال أنا مجرد معرفة أنه هذا الفعل بسيط بعمل بمشي على جي ماخت جي فونت بعد ما أنا لازم أحفظ الأفعال الشازة لأعرف الأفعال البسيطة نجم نعطي أمثلة على مثلا أول شي ماخن اللي عملتو جي ماخت إش هابة حطيت هابة اللي هو من هابن مع إش تصريف دي هاوس أوفقابة جي ماخت إش هابة جي ماخت هادي التركيب هو بعطيني الزمن الماضي داس بيرفكت مثلا على الفعل وونن اللي هو وون وون جي وونت إش هابة هير فمف ياغ جي وونت إش هون سي كنت هون خمس سنين إش هابة هير فمف ياغ جي وونت هادي لبن لب لبت جي لبت وير هابن ان دوشلان جي لبت إشنا في ألمانيا وير هابن مع وير ان دوشلان جي لبت هادي ساجن ساج ساجت جي ساجت إشنا في ألمانيا هو حكى الحقيقة أي هات جي ساجت طيب عندي هلا الفعل كوخن اللي هو أنا قلت نصير كوخ كوخت جي كوخت عندي ديموتر فراغ داس اسن فراغ ديموتر بصرف مع الفعل هابن ديموتر هات داس اسن جي كوخت طبخت الأم هذا الطعام الطعام ماضي كله عندي دي كندر وعند الفعل شبيلن بقيم منه الام بصير شبيل بضيف له تي بصير شبيلت وبضيف له غاة أول شي بصير شبيل عندي دي كندر فراغ فوسبال فراغ دي كندر دحكي الأطفال اللعبوا بالماضي كرة قدم دي كندر بجيب الفعل هابن لهو يساعدني لحتى أعمل الماضي البرفكت بحط دي كندر جمع عنديها هابن فوسبال جمع عندي تمام هايك نكون احنا هلا تعلمنا كيف نعمل بارتسي بصفايا اللي هو راح يساعدنا بلغة كتير لقدام من الأفعل البسيط اللي هو بضيف G بحزف A N وبحطي في عندي ثلاث استثناقات لهاي القاعدة الاستثناء الاول في عندي افعال باللغة الالمانية بتنتهي بإغن مثل شتوديغن نوتيغن فانا هون اللي علي اعمله اني انا ارجع للفعل المجرد وبرجع له اني انا اقيمل N A N فبتصير شتوديغ شتوديغ أو نوتيغ وبس اعمل A N بضيفته شتوديغن ال G ما بأربع أبدا على هاي الأفعال وما بستخدمها يعني غلط لما احكي شتوديغن أو شتوديغن لا الفعل بصير البارسي بصفايا شتوديغن شتوديغن ممكن تنفصل عن الفعل وتضع اخر شيء وممكن ما تنفصل بالنسبة للبادئات التي تأتي على الفعل وما تنفصل من الفعل مثل Ant Fair Air Be Sir هاي الأفعال تبدأ بواحدة من البادئات التي لا تنفصل ما بضيف عليها G بالعكس بتركها مثل ما هي مثل عند الفعل اللابن بعمل اللابت بقيم An وبضيف T اللابن اللابت وفي عندي أفعال كمام مركبة بيجي عليها بادئات بس هاي البادئات بتنفصل مثل أن To Up وغيرو فأنا مثل الفعل عندي أن ماخن هون بضيف الج وبحزف An وبحط بدالة T بس ما بضيف الج بين الأن وبين ماخن يعني بتصير عندي أن جي ماخت أن جي ماخ تي أن جي ماخت بين الفعل والبادئة هايك من كون احنا خلصنا من الأفعال النظامية البسيطة وكيف حولها البارتسي بسفاي هلا بيجي عندي دور الأفعال الشازة بالنسبة للأفعال الشازة أو القوية هاي الأفعال ما إلى قاعدة ثابتة لتحويلها للبارتسي بسفاي مشان هيك طريق الوحيد هي أني أحفظها ولكن نحن نلاحظ أنه غالبية مش كل الأفعال غالبية الأفعال فيها وآخرة ان مثلا بلايبن كومن فيردن غالبية الأفعال بس هذا السنع يجب أن أحفظه غالبية كيف يمكن أن أستخدمها إِش بيجي ترى تاجة غالبية وانا بيجي تلاتيام بيجي تلاتيام أو ما كثب تلاتيام إِش بيجي ترى تاجة غالبية عندي كومن جي كومن هم بيجي كوم كوم جي كومن فير زند جي كومن يعني وصلنا كمام مع زند عندي وردن أصبح سارة أمسا سير جي وردن تغيال من وردن لجي وردن إش بيجي لغة جي وردن صرت أو أصبحت أستاذ طبعا هاد الفعل كتير مهم بالبارتسي بسفاي لأنو دامنحكي صرت هيك أصبحت هيك إش بيجي لغة جي وردن عندي فليغن جي فلغن جي فلغن مني فليغ لفلغ جي فلغن إش بيجي لغة جي فلغن طرت أو معنى سافرت إلى ألمانيا لاؤفن جي لاؤفن جي لاؤفن إش بيجي لاؤفن يعني هرولت أو ركادت كتير هرولت إش بيجي لاؤفن عندي جيين متل ما شايفين الأفعال الشازة هي اللي أنا بستخدمها أكتر من الأفعال البسيطة يعني حتى اسم هو فعل شاز وشلافن فعل شاز أوكي جيين بيصير بالبارتسي بسفاي جي جانجن من جيين لجانج والبارتغتم تابعه هو جينج سال علينا بالبارفكت جيين جي جانجن إش بيين إن دي شولة جي جانجن يعني أنا رحت على المدرسة نسينا نكتب شولة هاي شولة إش بيين إن دي شولة جي جانجن أنا ذهبت للمدرسة وهون عندي غنن معنى ركادة غنن نشوف البارتسي بتابعه هو جي جانجن حتى تلو تي مشان هيك أنا ما عندي قاعدة شاملة لن ممكن ينتهي الفعل الشاز بإن وممكن ينتهي بت بس الغالبية بتنتهي بإن غنن جي جانج أيا إست فيل جي جانجن هو ركاد كتير مثلا عندي أسن جي جاسن جي جاسن من أس ل جي جاسن اختلف نهائيا وهون بنتبه إش هاب فيل جي جاسن هون استخدمت معه هابن ما استخدمت زاين هابن إش هاب فيل جي جاسن بشان هيك برجع بحكي ما في قاعدة ثابتة بس الأفضل هن الأفعال الشازة كلياتن أنا رح نزل عليهم درس لقدام دروس لقدام بشملوا 200 فعل الشاز بكل درس إن شاء الله 25 فعل وشملوا أهم الأفعال كمان درس تاني الشازة مشان تحفظوين وتسجلوين عنكن تمام لهلا إحنا اتعلمنا كيف نعمل بارسي بصفاي من الفعل البسيط وعننا صار نظرة كبيرة عن او اطلاع كبير عن البارت سي بصفاي من الأفعال الشازة وحكينا أنه بالأفعال الشازة ما في قاعدة أوكي بيبتدي الفعل جزر الفعل بقى وغالبيته بنتهي بأين بس هاي مش قاعدة ثابتة وأنه غالبيته بياخد زاين بس أكيد هاي مش قاعدة ثابتة بس الأفعال نحنا مستخدمه كتير غالبيته بنتهي بزاين هلأ السؤال عندي دايما اللي بلبك لكل هو أنا أمتى بستخدم زاين وأمتى بستخدم هابن بآخر هاد الدرس في فيديو أنا عامله من زمان عن أهم الأفعال المستخدمة باللغة الألمانية وبالحياة اليومية اللي بتاخد زاين فالأفضل أنه هلأ بس نصل لآخر هاد الدرس روح على فيديو أفعال زاين كتبوهن احفظوهن ردوا خلوا الفيديو ينعاد ينعاد لحتى تحفظوهن الأفعال اللي بتاخد زاين والأفعال اللي بتاخد هابن الأفعال اللي بتاخد زاين الأفعال بتشير لتغير من مكان إلى آخر يعني هي مو أفعال حركة مثل ما عم بحكوا كلان على النت لأنه أنا إذا عم بحكي اسن فأنا عم بحرك إيدي هاي حركة حركة كاملة من نقطة A لنقطة B يعني أنا عم بنتقل عم بمشي عم بطير عم باركود عم بسباح تمام؟ عم بهرول أنا كل جسمي عم بنتقل من هاي النقطة لهاي النقطة فما إنه في هاد الانتقال من النقطة ألف للنقطة B أنا بستخدم مع هاد الفعل زاين مثل كومن جاء جي كومن فيرزند جي كومن إجينا فليغن جي فلوغن فليغن لأنه كل جسمك عم بنتقل بالطيران فليغن جي فلوغن إيش بنا خدوتش لن جي فلوغن لوفن يهرول يركض بسرعة يمشي كمان أنا عم بنتقل إيش بين فيل جي لوفن جي يمشي جي غنجن إيش بين ان دي شولة جي غنجن غنن كمان يركض جي غنت أيا إيست فيل جي غنت في كمان عنا أفعال تانية بستخدم معه أنا زاين غير الأفعال اللي بتطلب مني انتقال كامل من نقطة ألف لنقطة B هي هاي الأفعال بتشير إلى تغير الحالة كيف تغير الحالة مثلا موت مثلا ترعرع أو نمى أو كبرة مثلا غفى كان صحي وغفى تغيرت حالته هاي الأفعال أنا بستخدم معه زاين مثلا عندي الفعل أوف واكسن فبسير عندي الفعل سيب سوى تبقى أفعال 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 فالجاب يأتي أينجشلافن أينجشلافن لقد غفوت وفي عندي كمان أفعال ما بتشير للانتقال من مكان لمكان ولا بتشير لتغير الحالة هي هيك سبحانية هاي الأفعال أهم هو الفعل زاين بلايبن فيردن انتشتين اشاين زاين بمعنى يكون بلايبن يبقى يمكث فيردن بمعنى يصبح يمسي انتشتين ينشأ يتكون يزهر فزاين البارتسيب تبعه هو وهذا كتير مهم يعني فينا أحكي أيا إست كرانج جفازن أيا إست كرانج جفازن كان مريض أعطاني الماضي من زاين هو يكون صاركان أيا إست كرانج جفازن يبقى الماضي تبعه كان يتبعه كان عامج جفازن تبعه شكرا جفازن كان يتبعه أنا أحكي تبعه من زاين كان يصبح كان يصبح لأ vitesse مين بغودة إست لغغ جفوردن انتشتين بمعنى ينشأ أو تكون انتشتين بصير عندي انتشتن لأنه عندي هاي الانت متل ما حكيت قبل السسناء ما بضيف لغاء يعني ما بصير انتشتن وشتين هو فعل شاز صار شتن بصير عندي انتشتن ديشتات إست لتست سياغ انتشتن يعني الدولة نشأت السن الماضي ديشتات إست لتست يا انتشتن الشاينن يعني زهرة الشاينن فينا أحكي ارشينن البرتسبس في ارشينن وعندي هاي اير تلمحكيت بادي التي لا تمفصل ارشينن دي اوفزت إست جاستن ان دي اتسايتون ارشينن ظهرت المقالة البارحة على لتسايتون دي اوفزت إست جاستن ان دي اتسايتون ارشينن وباقي الافعال كلياته باللغة الالمنية بتاخد كلياته بياخدة ت growing up لا تشير لتغير حيل والافعال غير هاي الفعال اللي حكت بايتيه أي موقف باقي بياخد مثال عندي الفعل مثال عندي الفعل مثال عندي الفعل لابي مثال عندي الثالة واتatson المستخدمة. تمام. لهلأ نحن تعلمنا بالدرس أنه بحول من الفعل البسيط. وكيف استخدم وكيف استخدم بعد الضمير والآخر الجملة تعلمت الاستثناءات للفعل البسيط كيف بعمل كيف بعمل البسيط من الفعل البسيط واستثناءات الثلاثة اول شي اذا انتهى الفعل مثل اذا كان في ان ماخن هذه البادئة انفصل عن الفعل بعمل اذا كان بعمل بعدين تعلمنا كيف انه الافعال الشازة ما الى قاعدة ثابتة بتحويل البسيط وانه هاي الافعال ما في مهرب مننا غير اني احفظ كل يوم خمسة وهي كلياتة باللغة الالمانية 200 فعل ودروس ان شاء الله قادمة رح تنزل عنن بعدين حكيت عن عن زاين وهابن ومثل ما قلتلكوا هلا بعد شوية رح يطلع الدرس الافعال اللي بتاخد زاين ياريت تحفظوه هو 30 فعل وخلص ما رح تفوتو حالكم بضجة انه من مكان لمكان او تغير حاله او شي تغير حاله او شي عندي الافعال اللي بتاخد زاين هي الافعال اللي بتشير لتحرك من نقطة A لنقطة B والافعال مثل عفوان بتحرك من نقطة A لنقطة B مثل 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 وافعال بتشير لتغير الحاله مثل نمات ربات رعرع شتابن ماتا اي نشلافن غفا وافعال سبحانية هيك من عندها مثل زاين بلايبن بدن انشتين اششين بتاخد زاين وبقى الافعال باللغة الالمانية بتاخد هابن مثل اش هابي دي هاوسوفقابي جماخت اش هابي هي فمف ياري جفونت في هابن ان دوشلان جليبت اها الدواغ هايت هيك بيكون متابعينا خلصنا الداس بيرفكت الماضي التام او بحكولو كمان المضارع التام البرفكت خلونا نحكيلو ببساطة ضل علينا لقدام اللي بغتغتهم وان شاء الله هلا رح ابلش بالافعال الشازة بعد اللي بغتغتهم ونزلها كلها وراء بعض بحيث انو رح يكون عندي متين فعل رح احاول اعملين عشر دروس وبعدين رح اعطي درس لاهم الافعال من هادلون المتين فعل وبكون هيك انا خلصت سلسلة الافعال الشازة بنفس الوقت حكيت عن الحاضر عن الماضي البسيط اعطي درس عن بلوسيق فان بيرفكت والفوتور اينس والفوتور سفاي شكرا لكم شكرا لكل واحد تابعني الهلأ ان شاء الله اقدمت الافادة المناسبة وشرحت الدرس بطريقة جيدة بحيث انو يكون ساعدكم كتير ما تنسوني تشتركوا عندي بالقناة لايك كومنت مشاركة وتابعوا الادروس اللي رح تطلع هلأ اخر الفيديو ويلا السلام اشتركوا في القناة